بسم الله والحمد له مبدأ كل نور ومنتهاه الصلاة والسلام على شموس هداه وكنوز رحمته وعطاياه السلام عليك يا حجة الله على الأولين والشاهد على خلقه الشفيع إليه والمكين لديه والمطاء في ملكوته الأحمد في الأوصاف والمحمد في سائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجب الفائز بالسباق والفائت عن اللحاق صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا انقطاع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين كما أنتم أهله أيها الكرام نحن نجتمع في ذكر النبي الأعظم والرسول الكريم قال جفاني من سمع اسمي ولم يصلي علي فلذلك لا بد بأن تكون الصلوات راقية نامية عالية ناعمة متعالية لذكر النبي وأهل بيته عليهم السلام أجمعين الحمد لله الذي هدانا للتوسل إليه بأحب الخلق إليه مصطفاه الهادي المختار وآله الأصفياء الأطهار صلوات الله وبركاته وتحياته عليهم آناء الليل وأطراف النهار أيها الكرام إنها أيام السنة والبركة والهنى حيث تعيد الدنيا لذاكرتها ساعات التقمت فيها النور ولاكت الشمس أشعتها استحياء لطلعة البهاء الذي أنزله الله بانبلاج سراج النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هي ذاكرة الصحراء ذاكرة صحراء الجزيرة حينما شهقت فرحا لولادة المحرر الأعظم فتصاعد الذرات رمالها يواقيت ترحب بقدوم المولود الأسمى في العالمين قد اصطفاك السنة واختارك الألق فكيف يسمو إلى تكوينك العلق يا بصمة الله في أبعاد كوكبه حيث الفضاء كتاب والمدى ورق ما كنت في العمق من أحشاء آمنة لحما على أظم ينمو ويتسق بل كنت أعمق أسرارا مقدسة من نطفة بمياه الخلق تصفق السلام عليك يا رسول الله نعم أيها الكرام وأردف الله فضلا على أيام ربيع الأول فاختار أن يتبع الصادق الصادق الوصي الناطق الفاتق الراتق السنام الأعظم الصراط الأقوم مفتاح الخيرات عميد الصادقين زعيم الصالحين مولانا جعفر بن محمد لذكره صل على آبائه وعلى أبنائه بأرفع الأصوات إذن أيها الكرام نجتمع في رحاب العتبة العباسية المقدسة وهي تقيم هذا الحفل المركزي بمناسبة ذكرى ولادة الصادقين سلام الله عليهما وصلى الله على ذكرهما أرحب أجمل ترحيب وأحلى ترحيب وأرقى وأنقى وأجمل بالأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة متمثلة بالسيد الأمين السادة أعضاء مجلس الإدارة السادة رؤساء الأقسام جميع العاملين في العتبة المقدسة وباسمهم جميعا وباسم من ذكرت أرحب بكل الزائرين بكل الوافدين بكل المتنعنين بكل الذين يتعطشون لزيارة المرقدين الطاهرين في هذه الليلة المباركة وخير ما نبتدئ به هذا الحفل المبارك تلاوة القرآن الكريم بذكرى ترجمان للقرآن مع قارئ العتبة العباسية المقدسة الأستاذ ليث العبيدي استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إليكم مصدقا لما بين يدي من الثورات ومبشرا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليوهره على الدين كلي ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أبيل تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدثنكم ويدثنكم جنات 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 تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات في جنات عدن ذلك الفوز العظيم ومصل وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَ نَصْرٌ من الله وفَتْحٌ قَرِيبٌ وبشر المؤمنين وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد خالص الشكر ومنفور الانتنان إلى القارئ الأستاذ ليف العبيد الذي انطلق انتسابا من العتبة العباسية المقدسة ليتوج مسيرته بأن يكون قارئ العتبتين المقدستين نسأل الله تعالى له التوفير أجدد الترحيب بكم جميعا ومن القلب وباسم نافذ البصيرة الهمامة بالفضل العباس أرحب بوفود العتبات المقدسة الذي تحضر معنا في هذا الحفل وفد العتبة العلوية المقدسة الكاظمية والحسينية حياكم الله جميعا شكرا جزيلا لمشاركتكم والحضور في ذكرى ولادة الصادقين في أيام ذكرى فضل الله على خلقه بنعمته النبوية وامتدادها الصادقي نستذكر أرواحا ذادت لأجل الدين لنقف وقفة إجلال لذكرى أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدموا دماءهم جنة دون الدين والعقيدة وإعلاء كلمة الحق متمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه فلنقف ونرفع أيدينا بالدعاء ونقرأه سورة الفاتحة المباركة لأرواح شهدائنا الأبرار ولأرواح شيعة أمير المؤمنين الذين رحلوا عنا وهم متنسكون بحبل آل البيت والدفاع عن الإسلام فسألوا الله أن يتمغمدهم برحمته وأن يجعل مثواهم جنات النعيم في جنب الروضة المحمدية وقرب جنات محمد وآل محمد في ليلة ولادة المحرر الأعظم نقف عند أعتاب السيدة الطاهرة الجليلة آمنة بنت وهب سلام الله عليها التي اختارها الله لتكون وعاء أعظم الخلق وهي تروي أنها رأت في منامها رؤيا غريبة قصتها على زوجها فقالت له لقد رأيت كأن شعاعا من النور انبثق من كياني فأضاء الدنيا من حولي حتى رأيت به قصور بصرة من أرض الشام وسمعت هاتفا يهتف أنك قد حملت سيدة هذه الأمة وتتحدث هذه السيدة الجليلة عن بركة مولودها العظيم صلى الله عليه وآله وسلم فقالت منذ اليوم الذي حملت فيه ولدي حتى الساعة التي وضعته فيها لم أشعر بأقل آلم وإني لم أشعر حتى بمجرد ثقله بل ما شعرت أني قد حملت به حتى أتاني آت وأنا يوم وأنا بين النوم واليقضى فقلت فقال قال هل شعرت أنك حملت فكأني أقول لا أدري فقال إنك قد حملت بسيد هذه الأمة ونبيها اعلمي ذلك لذكره صل على محمد وآل محمد أيها الكرام كلمة الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة يتفضل بإلقائها فضيلة الشيخ علي موحان دام توفيقه فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من على الناس بمحمد صلى الله عليه وآله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم فاجعل صلواتك وصلوات ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وأنبيائك المرسلين وأهل السماوات والأراضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيك وحبيبك وصفيك وخاصتك وصفوتك وخيرتك من خلقك وصلي على آله الطيبين الطاهرين الهدات المهديين سيما على مولانا جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين اللهم وكما جعلته معدن علمك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك فصلي عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولايا يا أبا من فضل العباس بن أمير المؤمنين الإخوة القضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم سماحة المتولية الشرعي للعثبة العباسية المقدسة سماحة حجة الإسلام والمسلمين سيدي الحمد الصافي دعم عزه وباسم الأمانة العامة أتقدم لمقام مولانا صاحب العصر ومراجع الدين العظام وللمؤمنين كاف بأسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الميمونة مولد سيد الكائنات وخير خلق الله محمد صلى الله عليه وآله وكذلك مولد صادق أهل البيت الإمام جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهم وأسأل الله لي ولكم أن نكون في مجلسنا هذا ممن يسجل في سجل الذاكرين للنبي وأهل بيته وأن تلالنا في هذه الساعة صلوات ورحمة ومغفرة أيها الإخوة المؤمنون إن لساني يكل عن البيان في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله ومدح الإمام جعفر بن محمد الصادق لذا تراني أدور بينما ذكر في القرآن وفي أحاديث أهل بيت العصمة وغيرهم من العارفين بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته فهذا أبو طالب صلى الله وسلامه عليه يقول في وصف رسول الله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة وفواضلي إلى أن يقول فلا زال في الدنيا جمالا لأهلها وزينا لمن والاه رب المشاكل فمن مثله في الناس أي مؤمل إذا قاسه الحكام عند التفاضلي حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلها ليس عنه بغافلي وأما روح القدس فقد قال على لسان حسان بن ثابت وأحسن منك لم ترقط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن رسول الله صلى الله عليه وآله الذي دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى دنواً واقتراباً من العلي الأعلى يمثل الرجاء لمئة وأربعة وعشرين ألف نبي لأنه خاتمهم وبه كمال دعوتهم وأنه جاهد في سبيل الله وبلغ ما أمره الله بأن كمال الدين وتماماً نعمة ورجاء الأنبياء ولاية علي عليه السلام ولو أن الأمة منذ قبض ومنذ قبض الله نبيه اتبعوا علياً وأطاعوه لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغداً إلى يوم القيامة لكنهم اتخذوا دين الله سلماً للإمرة واتبعوا أهواءهم فالحمد لله الذي هدانا بمحمد لولاية أمير المؤمنين وجعلنا من الثابتين وفي هذه الساعة المباركة نتوجه بقلوبنا إلى المدينة المنورة ونقول السلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله ورحمة الله وبركاته السلام على صاحب السكينة السلام على المدفون بالمدينة السلام على المنصور المؤيد السلام على بالقاسم محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا جعفر بن محمد ورحمة الله وبركاته وآفر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته خالص الشكر ومنفور الانتنان إلى فضيلة الشيخ علي موحان الذي قدم كلمة العتبة العباسية المقدسة بهذا الحفل الكريم أيها الكرام من لغة الألسن نتحول بكم إلى لغة الأرواح إلى قناطر غزل الحروف التي تربط الروح بالروح فتفتح نوافدها لنسمع صدر الحروف العذبة ونستشعر أنفاس القصائد التي تخترق الزمان والمكان لتبقي لنا أثرا خالدا في الوجدان نبدأ نسيد جمال الشعر مع مشاركة الأستاذ الأديب علي الصفار استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أيها الحفل الكريم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يا نفس طيبي قد تجلى مبسمي وفي مدى آفاقك ترنمي فاليوم سعد وهناء وعلن فقد بدى نور النبي الأكرمي وللندى عباس كافل السنة كف بها يرعى جميل الذمم بعهده وجوده فاض ندا محتفلا بذكر فخر الأمم موجها خدامه نحو الذرى فاز بما وجه كل الخدم فاز بما وجه كل الخدم مبارك عليكم جميعا وأبدأ مؤرخا ولادة النور الأعظم صلى الله عليه وآله ومن ثم أختم مؤرخا ولادة الإمام جعفر الصادق عليه السلام فأقول اليوم نور اليوم نور الله أقبل من طوى ليحل في فاران يشرق في المدى والعرش فوق البيت أنزل واستوى وبه يطوف العارفون تعبُّدى وتزاحم الملأ المقدس وانحنى جمع الملائكة الكرام تهجُدى واللوح والقلم العظيم بخلقه كلٌ على ربوات مكة قد بدى ميكال إسرافيل مالك كلهم رضوان جاءوا عند بكة سُجَّدى والحاملون العرش بشرًا هلَّلوا وكذاك جبرايل كبَّر منشِدًا والحور هلَّت والجنان تزيَّنت والروحُّ روحُ القُدس جاءَ مُؤيِّدًا فاليوم نورُ الله يُشرِقُ كاملًا بمحمدٍ فيضِ الكرامة والندى واليوم يهوي عرشُ كلِّ ظلالةٍ واليوم يُفتَحُ كلُّ بابٍ أوصِدًا وتميدُ أركانُ القُصورِ وزهوِها والرومُ تسألُ ما عسَى يبدو غدًا واليوم تنهارُ الحصونُ وعزُّها ويُشقُّ إيوانٌ بكسرى قد شدًا والمُوبَذانُ مُجَلْجَلٌ ومُزَلْزَلٌ وَلَقَدْ رَعَى عَجَبًا وَحَاطَ بِه الرَّدَى وَتَهَافَتَتْ نَارُ الْمَجُوسِ وَأُخْمِدَتْ فَتَعَجَّبُوا إِذْ ظَنُّهُمْ لَنْ تَخْمُدَى واليوم ساوَتُوا غِيضَ عنها ماءُهَا والعكسُ في وادي السماوَةِ قَدْ بَدَى واليوم هذه العلامات الكبرى التي كانت في ولادة النبي واليوم إبليس اللعين قد التوى جزعًا وللجن العتيد على الندى واليوم يُرجم كل شيطان سمى نحو السماء فما له رجعًا صدى فاليوم مكة أشرقت بنبيها واليوم يُطبِق نوره فوق العدى واليوم رب العرش يُظهر دينه حتى ولو كره الذي شرب الصدى يا سائلي من ذا الذي شق المدى سأقول نور الله هلَّ بأحمدى ألقِ العصى حيثُ استقرَّ بك النوى خُذْ عَالِمًا أَرَّخْتُهُ وُلِدَ الْهُدَى ثلاثة وخمسين قبل الهجرة طبعًا الأساتذة الكرام حاضرين التأريخ دائمًا يكون بالموجب يعني يبدأ من واحد للهجرة ولكن ولادة النبي قبل ثلاثة وخمسين للهجرة فلذلك ألقِ العصى خُذْ عَالِمًا ولد الهدى النتيجة تكون ناقص ثلاثة وخمسين وأختم بإمامنا الصادق أيضًا مؤرخًا ولادته فأقول جعفر الصادق جعفر الصادق يا نجمًا تسامى نورك الباهر قد شق الظلامًا دُمت للإسلام نهجًا وبصدق وبك الإسلام رغم الجور دامًا أيها النجم الذي هلَّ علينا زاهرًا بيَّن حلًا وحرامًا فتفقهنا عليه ونجونا واتبعناه قعودًا وقيامًا جعفر الصادق يا من قد عُرفنا بك فازددنا كمالًا وتمامًا يا شعارًا قد حملناه ولاءً ووضعناه على الصدر وسامًا يا جعفر يا شعارًا قد حملناه ولاءً ووضعناه على الصدر وسامًا يا نسيماً هبَّ في الأرجاء حتى يملأ الدنيا عبيرًا وخزامًا يا ربيعًا كاسيًا كل رُبانًا ثوب زهوٍ وسعودًا وابتسامًا يا سلامًا يا همامًا يا سناءً نحو آفاق رُبى الأرض ترامًا حبُّ كُم فَرْضٌ وَوُفِّقْنَا إِلَيْهِ حبُّ كُم فَرْضٌ وَوُفِّقْنَا إِلَيْهِ وَبِهِ نَحْيَى وَلَا نَرْجُو فِي طَامًا فَبِكُمْ نَسْرِي الَى أُفْقِ الْمَعَالِي وبَكُمْ نَسْمُوا مَقَامًا فَمَقَامًا لِمَلَا يَا جَعْفَرُ السَّادِقُ يَا مَنْ صَارَ لِلْإِسْلَامِ بِالْحَقِّ حُسَامًا صَارَ لِلْإِسْلَامِ بِالْحَقِّ حُسَامًا حساما بك عقد الدين يا صبط المفدى زاد عزا وانتشارا وانتظاما أنت مولود به الكون تسامى أنت مولود به الكون تسامى وبه علم الرسالات تنامى أنت نور هل من عرش المعالي وبهاء فيه قلب الدين هامى أنت فخر أنت طود وشموخ علوي دام بدعا وختاما ولذا سرنا على نهج قويم وبما وجهتنا صرنا كراما ولذا حاربنا داج الليالي ولذا عن حكمة لذن اعتصاما بإمام حل والبار ارتضاه ورعاه وبه الشرع استقاما قلم الإيجاد في اللوح مضاه قضي العمر وقد بات لزاما جعفر الصادق نجم مذتدلى صار للإسلام أرخنا إماما جعفر الصادق نجم مذتدلى صار للإسلام أرخنا إماما 83 للهجرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسنتم يا أستاذ طيب الله أنفاسكم وفقكم الله ومتعكم دوما بخدمة محمد وآل محمد نشحن هذا الحفل الكريم مرة أخرى بصلاة تشحن الهواء وتملأ الأرض والفضاء بأعلى الأصوات روي عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرضا سلام الله عليه يقول ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به إلا بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا سبع مرات يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل نتحول معكم أيها الكرام إلى قصيدة شعر أخرى وهذه المرة إلى الشعر الرقيق الشعبي مع الشاعر فراس الأسدي استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين ذلك هو الحبيب المصطفى محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين صلوا عليهم أجمعين ثم السلام عليكم أيها الحضور الكريم المبارك مع حفظ المقامات والألقاب خدمة الحسين خدمة قمر العشيرة صلوات الله وسلامه وعليهما زوار الحسين جميعاً أيها الحفل المبارك نبعث إليكم أسمى وأحلى وأطيب وأنبل وأهنأ وأجمل وأخلص التهاني والتبريكات سائلين وداعين المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين على خطى ونهج أهل البيت عليهم السلام بفضلهم وبفضل صلاتكم على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم أنتوا حليتوا مو صحيح حليتوا طوكم حلويات طوكم حلويات لازم صلواتكم ترتفع مو تنصى صح؟ على حب رسول الإنسانية محمد صلوا على محمد وآل محمد ثم على حبي ومحبتي الإمام جعفر الصادق صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم هبّى الرحيق لأحمد متناثرا شوقا لمقدمه وكان نسيما هبّى الرحيق لأحمد متناثرا شوقا لمقدمه وكان نسيما متلألعا في أرض مكة نوره إذ كان فيها رحمة ونعيما قد خصه رب الأنام بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما أسولف مولدك للروح تتوقد أسولف مولدك للروح تتوقد تشب نيران عزهو أبد ما تبرد يلّي شماردت أقرات كلك نور يلبسّم محمد بالأرض أحمد أسولف مولدك للروح تتوقد تشب نيران عزهو أبد ما تبرد يلّي شماردت أقرات كلك نور يلبسّم محمد بالأرض أحمد عشت قصة حياتك حيدر وزهراء أنا قدّام متحك موش ذاك القد عشت قصة حياتك حيدر وزهراء أنا قدّام متحك موش ذاك القد ردّت أحسب صفاتك لتن يا مولاي شعدّا بيك كل وحدة بألف تنعد يا أبو إبراهيم اسمك شيف على العاصين يا أبو إبراهيم اسمك شيف على العاصين بس قدّام الإيتام بعجل تبرد عندك فاطمة وملكت بيها الكون لو عندك بعد شان ملكت أزيد عندك فاطمة وملكت بيها الكون لو عندك بعد شان ملكت أزيد ردت أسأل سماحة شخصك بهاليوم نبي ومرسل وما محتاج أي أحد لا تنحيل تستاني سوي الكرار شنسر العلاقة بينكم هلقد ردت أسأل سماحة شخصك بهاليوم نبي ومرسل وما محتاج أي أحد لا تنحيل تستاني سوي الكرار شنسر العلاقة بينكم هلقد اسمك بالخلق يتناول القرآن شخصك بالأدب ما حد وصل هلحد اسمك بالخلق يتناول القرآن شخصك بالأدب ما حد وصل هلحد راموك بحجر وهديتهم أزهار بحيث الكون من أزهارك تورد يراموك بحجر وهديتهم أزهار بحيث الكون من أزهارك تورد يا أبو الزهراء كانت دعوتك بالسر ولكن نور وجهك لس ما ممتد ومن صارت دعوتك بالعلن مولاي علي أول شخص سروا على نعيد يا أبو الزهراء كانت دعوتك بالسر ولكن نور وجهك لس ما ممتد ومن صارت دعوتك بالعلن مولاي علي أول شخص سروا على نعيد جيت أمولج المنصب ولا للمال يا أبو إبراهيم جيتك نقذة المرتد رسول امبعثت للدين للأخلاق للحب للأدب للكرام يا الفرقد اشمح لات المدح لو كان بالقرآن وبلسانه رسول المصطفى الأمجد أدبني العله وأحسن التعديب نص نص قرآن رب الكون بيشهد نص قرآن رب الكون بيشهد بأعلى أصواتكم أو مثل عمر الورد مثل عمر الورد جيت وجبتها وياك فرحتنا تشبيرة بعلمك ومعناك مثل عمر الورد جيت وجبتها وياك فرحتنا تشبيرة بعلمك ومعناك أنا متانيك مثل الماء للعطشان روح تنتعش من نسمع بطرواك يا جعفر الصادق مثل شجرة وماي هيك الروح محتاجة تعيش وياك من تبزر علينا العلم بك يفوح أنسى الدنيا كلها وإنت ما أنساك يلأسست أكبر مدرسة بالدين وتعلموا منها هواي هذا وذاك مو مدرسة كاديمية بالأخلاق بالود بالفكر بالأدب بالأفلاك صفاتك معجزات تحير العباد الله بنور عرشه وقدر تسواك مو بس الإنس والجان يا مولاي صفاتك يا بول كاظم حيرة الأملاك شحسب من علومك يلعلومك نور من نور الجلال علمك وفحواك يا جعفر الصادق يا بن بيت النور سمعت بمولدك وصرخت يا حياك يا بن يا جعفر الصادق يا بن بيت النور سمعت بمولدك وصرخت يا حياك يا من شخصك الكل لغسل خاتم اللي يحبك صار بين يديك يا من شخصك الكل لغسل خاتم اللي يحبك صار بين يديك خاتم إلى القلب يا بابراهيم خاتم ووقع للرسالة الأحمدية أبو فاضل لو أني بيوم ينظف القلب بزيارة العباس أبو فاضل لو أني بيوم ينظف القلب بزيارة العباس ينظف ما خليت شيء للوفة ينظف ختمت بسجلات الغابرية ختمت بسجلات الغابرية هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأفلح من صلى على محمد وآل محمد أحسنتم طيب الله أنفاسكم زادك الله رفعة بخدمة محمد وآل محمد أيها الكرام نتحول معكم إلى شاعر آخر لا ينظم الكلمات فحسب بل يصوغ بحروفه أنفاس الحزن والفرح ويعيش مع كل بيت شعري قصة وفاء وعطاء لأهل البيت الذين هم نور القلوب وجوهر الوجود هو شاعر لا يكتفي بإثارة المشاعر بل يغوص في عمق الروح ليوقظ فيها حبا لا ينطفئ وولاء لا يزول صوت شعري نبيل ما زج بين الإبداع الأدبي والحب الصادق يرفع راية الولاء ويستنطق الكلمات لتكون قصائده نبراسا للقلوب المتعطشة إلى محبة النبي العظيم وآل بيته الطيبين الطاهرين من سفراء أجر الرسالة في العتبة العباسية المقدسة الشاعر الأستاذ محمد الفاطني استقبلوه محفوفا بعدد الملائكة الذين يحصون فضل الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كل الحضور بكل المقامات زوار كربلاء أبو الفضل العباس والحسين بمقاماتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استثمارا للوقت شكرا جزيلا لسيدي ومولاي أبو الفضل العباس ونحن في رحابه وجواله شكرا لخدامه لإقامة هذا الحفل المبارك شكرا لقائد الاحتفالي عرافة الحفل أستاذ القدير علي الفاطمي أنا أقل من ذلك شكرا لجمالك كل الحضور شركاء بالأجر والثواب بقصائد هذه الليلة بعد رفع الأياد كمبايع لأمير المؤمنين والصلاة على محمد وآل محمد ولكن بأعلى وأجمل وأعذب وأنقى أصواتكم يا رسول الله أذكرك يا أبا الزهراء أذكرك وين ما شفت الندم سافر أويكل صفنة فقير وحاير باتر أذكرك يا رسول الله أذكرك وين ما شفت الندم سافر أويكل صفنة فقير وحاير باتر إلك خطوة أويكل نقلت جدم للخير بكل بستاني لك لو نغمله شاعر نعم يسحر جمالك والهدوء بيك يا بوبراهيم عذره لقال لك ساحر لأن مو كل صدر يستوعب القرآن ولا كل صدر يفهم دوست الحافر يا الحاسب تشمري شب جنح جبريل قبل ليطير بعد جناحه ما صاير أنا خادم للإعادة وقلت لكم أسلفت أن نستثمر الوقت أعيدوا خادم خادمكم وإحنا أصلا هذا الاحتفال الذي تقيمه العتبة العباسية هو إكراما للزوار فخدمتكم شرف إنه بس ريت تحية للخدام جميعا بالصلاوات على محمد وآلي محمد خادم أذكرك وين ما شفت الندم سافر ويا كل صفنة فقير وحاير بباشر إلك خطوة ويا كل نقلت جدم للخير بكل بستاني لك لو نغمله شاعر نعم يسحر جمالك والهدوء بيك يا بو الزهراء عذره لقال لك ساحر لأن مو كل صدر يستوعب القرآن ولا كل صدر يفهم دوست الحافر يا الحاسب اتشمريشة بجنح جبريل قبل ليطير بعد جناحة ما صاير إلك بيه إلك بيه حمامة وعنكبوت وغار وإلك بيه خجل عمار بن ياسر وبتشيتك بس بتشيتك ظلع خلف الباب والبسمار بعيون الظلع كافر وعشكتك عشكتك ولي يعشقك عنك يسئلوه وانا بروح خديجة ودمعتي تكابر يتيم يتيم وأحس بيه كش عشت من حرمان أنا أنا يتيم وأحس بيه كش عشت من حرمان سئلو مات سكتو سمعو الأذان قالو عاش قلت لهم بكل وجدان باني الكعبة قلت لهم بنا الإنسان تحبه وقلت غير حبيب الرحمن حالي يقدس الحب والمشاعر شان شنو يجرح أو شنو يخليه يظل زعلان قلت لهم أزعلش ماشي لتعين أعلى بالجيران قالوا لي النبي مجروح من يا باب قلت لهم نعم مجروح من فلان قالوا لي محمد ينذبح بالسيف قالوا لي محمد ينذبح بالسيف قلت لهم نعم بس ينذبح عطشان ولكن ينولد بحسين كل عاشر وقلت وقلت يا ليتني أهلا بملة عمار كناني خادم العكرة وخادم التقلي قالوا لي النبي مجروح من يا باب قلت لهم نعم مجروح من فلان قالوا لي محمد ينذبح بالسيف قلت لهم نعم بس ينذبح عطشان ولكن ينولد بحسين كل عاشر وقلت يا ليتني ولحظات أخذني الطيف ولنب معركة طف الوطن حاضر للمجروح شفتك تقعد الداوي وللستشهد لقيتك ناص وبتشادر وكل ما رد تصلي كل ما رد تصلى لقاك تربة وماء وارجع للحرب والقاك عالساتر لقيتك بسمة يمكل أبوه أمودع شاب ولقيتك دمعة يمكل والدة ناطر وعطرك وعطرك يا رسول الورد ما ناسيك وذكرك وين ما شفت الندم سافر صلوات خدامكم هذا ما كان لنبي الرحمة أتمنى باسمكم أن نبقى في رحاب المدينة وتلك الامرأة العظيمة السيدة جليلة أم البنين أم العباس باسمها نبارك للنبي وباسمها نطلب من وليدها العباس حوائجنا بهذه الليلة يالله سريد لأم العباس الصلوات بأعلى أصواتكم دقت على اشتاف الكاف لتوصي دقت على اشتاف الكاف لتوصي قالت لولدي وهاي أم قال لها أنا يا بل فضل خادمة أهل البيت مسيرة خدمتي خل أسوي هم واهش بالقصيدة نعم عباس باب حسين عد الخلق معروف وقلبي يقول أم عباس هي الباب للضيوف دطلب حاشتك منها وحلفها بدمة شفوف ومن باب الكف اخذ الحاجة من باب الكف هاي تورية تورية من خلال كف العباس وليس هذه الباب ومن باب الكف دقت على اشتاف الكاف لتوصي قالت لولدي وهاي أم قال لها أنا يا بالفضل خادمة أهل البيت مسيرة خدمتي بكربلة تكملها خادم للإحسين برتبة العباس شتف كون بس تجرب شايلها بات شر لو مشيت بضعنك اخذ وياك وصيتي وقل لي يم تنفذت كلها خلها ببالك ولا تنسى أمر حسين الي يمزي نبي قف لو انت لو ظلها رف برايتك غير هو التاريخ وبمحمل معون عيونك اشتلها لتنزلها عينك لحظة عن نمعون وينمح حسين لا عينك تنزلها تقعد على ركبك نحن نريدها الله بصلي على محمد وآل محمد خاد يا عبد الفضل بات شر لو مشيت ابضعنك اخذ وياك وصيتي وقل لي يم تنفذت كلها دخلها ببالك ولا تنسى أمر حسين اليم زينا بيقف لو انت لو ظلها رف برايتك غير هو التاريخ وبمحمل معون عيونك اشتلها لتنزلها عينك لحظة عنه معون ويام حسين لا عينك تنزلها تقعد على ركبك يا الله تحاكي تدنق على جفوف ويدا وتقبلها من تنادي بسمها تقل لي يا مولاي نعم وامو الخدر مولا تقل لها تطشر يرضوها اش ما زينا بتحاشيك من توقف قبالك تستعد لها اكتب اكتب على الخيام القمر كافلها اكتب على الخيام اكتب على الخيام هنا ينحفر قبر الراديو صلها من تصير الحرب عباس طبلها صعب الحرب بس يفك يسهلها طفيها الحرب لازم تطف النار لكن شمعة العريس تشعلها واقصد اقصد للشريعة الهبتك مو ماي اذا وردة خيامك عطش ذبلها جودك ترسة لتخلي النهر عطشان من ماي قصتك لجروف بللها تتلقى السهم ملقى الحسن للضيف اين بلد تجي بعينك استقبلها ترفع راس امك ضربة العامود واعرف راسك الحار تحملها واذا قطع واذا قطع وشفوفك ابو فاضل اذا قطع وشفوفك صيح يا زهراء هي اتقل لو انت وياها اذا قطع وشفوفك صيح اذا قطع وشفوفك صيح صيح يا زهراء تجيك او من تجيك الفاطمة اسألها ها وفيت واذا قل لك نعم وفيت وتبوس شفوفك وعينك بكحل الله يبارك بيكم جميعا هنيئا لمن بكى بدموع الفرح قالوا بعد ما بيحيل محمد رضي تتشيله قالوا بعد ما بيحيل محمد رضي تتشيله او قسمنا علام حسن بحسيا قسمنا علام حسن بحسيا ترفع شفه تدعيله تدعيله على السستان ابد ما يطيح على السستاني ابد ما يطيح قالوا بعد ما بيحيل محمد رضي تتشيله او قسمنا علام حسن بحسيا ترفع شفه تدعيله على السستان ابد ما يطيح ابو صالح يشتحيله وبحزام الكافل شتحيله بحزام الكافل اريد تبقى تهوس بها حبا بالمرجعية الرشيدة بحزام الكافل ما شاء الله ما شاء الله زادك الله خدمة لمحمد وآل محمد ومن مقام المرجعية الرشيدة شكرا جزيلا الشاعر الأستاذ محمد الفاطم على ما قدلت وتفضلت نتحول معكم أيها الكرام إلى الشعر والأهازيج والنغم إلى رادود جعل من صوته جسرا يصل بين الحزن والفرح ليس فقط منشدا يتقن فن الأداء بل هو مقدم متمكن استطاع أن يحمل رسالته بكل تفان وإخلاص من خلال عمله في العتبة العباسية المقدسة حيث ينكر صوت الولاء والوفاء في محافل العزاء والاحتفاء ويلهم الحاضرين بروحه المشرقة ويترك بصمة في كل قلب يسمعه الرادود الحسيني محمد أمير التميمي استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد يا خير من صلى وصام وسبح ماذا عساني أن أقول وصام وسبح أنا ماذا ماذا عساني أن أقول وأمدحا والله إني لا أحيط بفضلكم يا رسول الله والله والله إني لا 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 أحيط بفضلكم لكن ربي قد أبان وأوضح يكفيك آيات الكتاب شهادة والشرح والأحزاب نون والضحى صلى عليك الله يا خير الورام قد فاز من صلى عليه وأفلح صلوات نحن في هذه الليلة هي ليلة الصلوات العالية وفي حب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هنيئا للحناجر التي تكون متعبة في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد من عدك تسمعنا صلوات تصل من كربلا إلى قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات العاليات على محمد وآل محمد ماشاء الله جميل أنعم وأكرم يقول له وبارك وبارك أنا بباب الكرم جالس يلا بعد أنت الرادود وأنا خادمك وبارك وبارك أنا بباب الكرم جالس وبارك لا تستحر أرفع صوتك وبارك وبارك وهن الجاي والرايح وبارك وبارك يا رب صل على الهادي وبارك وبارك وعلى العتر الشريع فالآطهرية صلوات ما شاء الله نبقى يقول فصلي فصلي ثياب الجنة المولد فصلي ايه بيان النور والظلمة فصلي يا رب عن نبي سلم وصلي يا رب عن نبي سلم يلا الصلوات يا رب عن نبي سلم فصلوا على ابن الصادقة لا في التحية صلوات اللهم صلي على محمد وآل محمد ما رح نطول عليكم إن شاء الله مستعدين يتجاوبون؟ بعد اليوم يومك ذكرى ولادة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه إلهي يقضح وإشكم بحق نبينا روحي فدا يلا صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات مقبول صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي إليك صلاوات صلاوات على محمد وعلي محمد وعلي صلاوات صلاوات على محمد وعلي صلاوات الله إسمه بوزهر كرر بدكر صلي على الهادي لسانك تعطر لسانك صللوا مرة طاها والعتر من يقبلها يريد هلب عشرة يريد هلب إلي نادي للهادي معادي صلوها ورفعوها وعيدوها صلوها ورفعوها وعيدوها صلاوات صلاوات على صلوات 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 علام آمن أصليها أستلث بيها جنب عرينة بيها ينطيها قول بيها ينطيها الكثرة قوالة بالنبو وقالة دنيا واخرتة محسنا حوالة محسنا كررنا ورددنا بمحفلنا صلوها ورفعوها وعدوها صلوها ورفعوها وعدوها صلوات صلوات على صلوات صلوات على محمد جوابك صلوات آه مولد الرحمة يا جمال اسمه بالمدينة انت وعطرك اشتمه وعطرك اشتمه وعطرك اشتمه صلوات على محمد للنبي صلوات 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 ايه ذكره بالساني روح تتورد روح تتورد يا اله قبل من هالمحفل فرحة احبابه بالنبو المرسل بالنبو ايه قرآنك اذانك ايمانك صلوها ورفعوها وعيدوها صلوها ورفعوها وعيدوها صلوها ورفعوها وعيدوها صلوها ورفعوها وعيدوها صلوات 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 ايه صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات ايه اول ما نبدو وش نقول الف الصلاة على الرسول مو قبول مو قبول مو قبول اريدك ترفع صوتك اعلى اول ما نبدو وش نقول الف الصلاة على الرسول وبمولد الهاد نقول نهنيك يا فحل الفحول او مبروك يا الزهر البتول ايه ثبتني يا ربع الاصول ايه بهن عقائد ما تزول ايه مين هاج ما يصيب الافول او اول ما نبدو وش نقول الف الصلاة على الرسول نرسل اسمع اسمع عريض من عندك الصيح لا اله الا الله نرسل تهاني للحسن نحبك نظل طول الزمن ثبتني يا ربع السنن ونهني هالليل الحسن مولود جده الامين ايواكم على طول السنين بهم جنان ضامنين البيت الاخير شنقول ونهني الليل العباس بميلاد جده نبرس ايه الخوة ما تنقاس لا اله الا قدم العين ويا الراس لا اله ايه اول ما نبدو وش نقول وها خوتها من عند الكفيل اليوم بايعناك من عند الكفيل سيدي يا رسول الله من عند الكفيل اليوم بايعناك على نهجك نصير وعهد عهدناك دخيلك يا نبينا بالحشر بحماك دخيلك يا نبينا بالحشر بحماك هاخوتي ها لنبي لنبي ها وتشفع لليقرع لهوسة وتشفع لليقرع لهوسة وتشفع ما شاء الله ما شاء الله يبدو انه بعد عدكم طاقة للاستماع على الرادود عمار الكناني لكن رد نشحا هذا الجوب الصلاة على محمد وآل محمد الصوت الذي ينبعث من أعماق الروح كأنه نهر من نور يتدفق عبر الزمن يحمل على جناحي صوته قصص العظمة ورسالة العترة الطاهرة فيرتفع به إلى سماء البلاغة حيث يعانق صوته المدى وينساب كأنه نغمات قدرية خالدة صوت يمتزج بالعبرات وللفرح فيه أجمل النبرات ينثر كلماته كما تنثر الرياح الزهور على أضرحة القداسة فتزهر في قلوب محبيه بساتين من الوفاء والولاء سيتألق الرادود الحسيني الحاج عمار الكناني بحنجرته الفريدة ليبعث الفرح في قلوب المحبين وكأنه طائر يحمل بين جناحيه بشائر السنور ينساب صوته كنسيم عليل في ليلة صيفية فيبث في الأجواء روحاً من البهجة والاحتفال استقبلوه بأفضل وأرقى الصلاة على محمد وآل محمد روحاً من البهجة والاحتفال روحاً من البهجة والاحتفال روحاً من البهجة والاحتفال وسلم من صلى علي مرة ومد بها صوتا تتساقط منه الذنوب كما تتساقط الأوراق من الشجاة يومٌ بأخدود الزمان تفردا بدايةً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم بهذه الفرحة الكبيرة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسأل الله أن يوفق الجميع لخدمته ونيل شفاعته بمحمد وآل محمد لا سيما إخوتي وأساتذتي خدمة العتبة العباسية المطهرة من متوليها إلى أمانتها إلى آخر خادم فيها موفقين لهذه الخدمة الجليلة خدمة رسول الله إن شاء الله أريد أنا من الزوار الكرام أن نحيي خدام العتبة العباسية بأعلى أصواتكم يستاهلون بعض وحدة أقوى من عتل أو لا الثانية بأعلى أصواتكم لقضاء حوائجكم ببركة أبو الفضل العباس الثالثة جزاكم الله خير جزاء المحسرين يوم بأخدود الزمان تفردا وعلى التمرد والضلال تمرد ما شع في وادي الحجاز ثناؤه إلا ونيرانا بفارس أخمدا لم يرض فيها أن يقيم قوامه حتى رأى إيوان كسرى مقعدا أغنى بحيرة ساوة عن مائها والسبع في وجه الأبالس أو صدا إبليس فيهم صاح صيحة جازع اليوم جيش الجاهلية بذدى في ذلك البيت رفيع ترقرقت دمعات آمنة كحبات ندايا طلقت به فعلى الأذان مدويين الله أكبر الله أكبر والوجود تشهد طلقت به طلقت به فتقوضت أصنام بيت بالبشارة أسعد آمنة طلقت به طلقت به طلقت به نادت فسهل وضعه ذاك الندى نادت يا علي نادت أغثني يا علي وأنجبت خيرا نبينا النبي محمدا للقلوب الحجر طلقت شلا يا رسول الله المقطوع الفصيحة بشاعر أهل البيت على العسيلي العامل مولا يا رسول الله 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 جمعنا حب أبو الزهر ولمنا ولمنا وغابت كل مواجعنا ولمنا لي ولي ياما 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 أبو اللا ياما 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 نفرع يا حسوية صلوات بالقلوب الحجر طبت شلات وبديت الوحدة كل رحلة البعيدة اجيت انسان يملموش انسان اخذلك بشر يدفن بنت بيدة اقرأت وعلمتهم شن القرآن وشن القانون للناس العنيد مولاي عركت وطهرتهم من الذنوب ودخل كل واحد بروحة الجديدة مولاي نقلت الناس من جروح للروح ومن الها مش الصلب العقيدة مولاي بجالك عاشت الواد مفوانيس مولاي مولاي بجالك عاشت الواد مفوانيس وبدت من عندك العيش السعيدة اقرب ناسك الخانوك يا حيش اقرب ناسك الخانوك مولاي بجالك عاشت الواد محمد مولاي بجالك عاشت الواد حنة مولدة تزهير بدينا حفلنا لو انباشرنا وبدينا نبدي باسم سيدي البرية صلوات اللي يواكفين على الشارع اكثر من صلوات القاعدين يلا صلوات بأعلى اصواتكم يتحدوننا الجمعة يتحدوننا بأعلى بأعلى اصواتكم يا علي ان شاء الله دقائق نكون في خدمتكم الله يقضح حوائشكم ان شاء الله ارفع الايدك ما لا ترى بيك ارفع للورود بشرة ميلاده بشرة ميلاده سيد السادة سيد السادة بشرة ميلاده بشرة ميلاده سيد السادة سيد السادة صلوات 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 على محمد وآلي 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 احمد صلوات بشرة ميلاده بشرة ميلاده بشرة ميلاده سيد السادة سيد السادة صلوات صلوات على محمد صلوات وآلي احباب مولد الهادي ابتشرنا احلى الذكرة من تمرنا حقنا نفرح المسيين احلى الذكرة ميلاده بشرة ميلاده بشرة ميلاده سيد السادة اليوم ارض الله سماء تفرح بهاي الولادة تفرح بهاي الولادة هالله هالله هايا هادينا هايا هادينا كلنا نادينا كلنا نادينا صلوات صلوات على محمد وآلي 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 أحمد قول قول صلوات على محمد وآلي 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 ها نفرح بشوق اعتني أنا آمينا هني هجي أنا عيد عيدنا وحقنا نفرح مولد الهادي نبينا مولد الهادي نبينا مولد الهادي نبينا آه كل موالي الي لعيد بسمه ابو الزهراء ردد مستهل هالفرحة نقراه يا رسول الله محمد يا رسول الله محمد حقنا نتباه حقنا نتباه بالنبي طاه بالنبي طاه صلوات صلوات على محمد وآلي 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 أحمد صلوات على محمد وآلي 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 أحمد يوم أبو الزهر وحفيدة يوم نوم أسوع قيدة صلوا عالهادي وعترتة مختصر هاي القصيدة مختصر هاي القصيدة الوالد الزهر الزيجية كلنا صحنا بهالمسية نفرح بمولد نبينا بالولادة الجعفرية بالولادة الجعفرية نادك العاشق نادك العاشق مولد الصديق مولد الصديق صلوات صلوات على محمد وآلي وآلي صلوات 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 يا علي لا تتفرج علينا أبوين اللي واقفين فتو أروح لكم يلا رفع ايدك وياك علوياك ترى فرصة باب العباس الحواج مقضية اليوم سلام الله على أبو الفضل ومولد نبي الرحمة الكريم إن شاء الله جتمد ايدك الليل يقض حاجدك ساتفراس حبيبي فقدام الحسين دكتورنا صلوات صلوات على محمد وآلي أحمد صحنا يا صاحب زمانه يا أملنا ويا رجانه ندعي يا مهدينا وانت تستمع هذا ندانه تستمع هذا ندانه رجنا منك يا ولينا نظر من عينك علينا للنبي هاي الرسالة ليلة تاخذها من دينا ليلة تاخذها من دينا ايدك قل له أحبابك قل له أحبابك هل تدق بابك هل تدق بابك صلوات صلوات على محمد صلوات 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 طير السعد ويانه هصوف هصوف هذا في دروح لكم طير السعد ويانه باش الله كل البشر فرحانه هلا فطر الصفق جنحانه هل يا سيدي البشر سيدي الله والعنكبوت الشاهد هلا يا بس الرسول القائد بأمري الوحيد الوحيد هلا يا هلا شاعي الخبار شاعي يلا أدموع الفرح صبينه هلا يا هلا ليلة نولد هادينه هلا يا هلا 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 يا هلا هلا صلوات جزاكم الله خير وموفقين لكل خير هو شتين ونسألكم الدعاء طولت اليوم أنا موه الله عليكم منذ العمار أخرنا يا علي ها أخوتها قدام العباس ها أخوتها نبي قبل الولادة خالق الرحمن ومن دون البشر يدقنط بإيمان نبي قبل الولادة خالق الرحمن ومن دون البشر يدقنط بإيمان تصلع لي هالليا للإنس والجان والكعبة ويانا الصليلة والكعبة هالليا لكم ها أخوتها سطع نور الرسول وغابت القمر شعاع الكون كله بخير أبو الزهرة الهوى من صارها دينه مولاي سطع نور الرسول وغابت القمر وشعاع الكون كله بخير أبو الزهرة الهوى من صارها دينه انقلب عطره الهوى من صارها دينه انقلب عطرها أخوتها وين الوردة خل أشوفها أخوتها جايب عطر الجنة بثوب جايب عطر الجنة بثوب عد بعد هوسة الزهرة ثلان الله عليها يبعد قلبي يقول الجنة تنفتح أبواب ذيك الساعة محلاها الجنة تنفتح أبواب ذيك الساعة محلاها وكلها تصيح يا روح العبد حتى ما ينساها بس الزهرة ما تدخل إلا الشيعة وإياها ها أخوتها والزهرة والزهرة التلزم شفيا والزهرة أخيره سأهوزها للعباس وأهديها لقدام العباس حالة بالخلق حالة إذا عمر الطفل سنتيا حالة بالخلق حالة إذا عمر الطفل سنتيا يعلمون بأسام هواي لكن ما يعد هنزيا يعلمون بأسام هواي لكن ما يعد هنزيا بس عباس بن حيدر أول اسم صاحح بس عباس بن حيدر أول اسم صاحح سيان ها خوتي ها وبلسانه احسين اشمح لا تبلسانه سيان شكرا لكم واعتدر سيدنا اختارنا العزيز الله يحفظكم تردون بعد خلصت بعد خلص يلا نهوز جميعا راية علي منصورة وراية علي منصورة 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 اللهم انصر شيعة علي ابن أبي طالب في بقاع الأرض اللهم أمين كل الشكر والتقدير والثناء للحاج الرادود الحسيني عمار الكناني على ما تفضل أيها الكرام لم يبقى لنا إلا أن نعلم أسماء الفائزين بمسابقة ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق التي أعلنتها العتبة العباسية المقدسة نعم أيها الكرام هذه المسابقة الألكترونية اشترك فيها ثلاثة آلاف وسبعة مشتركين وفاز من هؤلاء عشرة فائزين نستثمر وجود السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة لتوزيع هدايا الفائزين وأدعوه لأن يغف جنب ورود هذه المناسبة من باب الجبار جواد المرشدي من باب الجبار جواد المرشدي موجود إذن بينما يوصل جواد ندعو من البصرة عامر قاسم عبد الرضا الزاير موجود من باب الجبار من ذيقار علي شنون جلود علي شنون جلود من كربلاء المقدسة كاظم حسين المسعودي من بابل مصطفى مطر إسماعيل ومن كربلاء ومن كربلاء المقدسة أيضا منتظر موفق عودة من بابل هشام أحمد حسين المتحتي من بغداد جوان جاسم محمد الكعبي من النجف الأشرف كوتر عبد الرضا والناس القريطي وأخيرا من كربلاء المقدسة أيضا كوتر علي حسن الباوي فليتفضل جميعا لاستلام هداياهم في هذه المسابقة نحن نستثمر وجود سماحة السيد الأمين للتكرم بتوزيعها في حال تعذر الحضور تكون المراجعة إلى قسم الشؤون المالية في العتبة العباسية المقدسة بمدة أقصاها أربعة أيام من إعلان النتائج مستحبين معهم الأوراق الثبوتية يعني جنسية أصلية أو جواز سفر حتى يأخذ جائزة المالية في هذه المسارة الشكر الجزيل سمحت سيد شكرا جزيلا لكم شكرا لحضوركم إذن أيها الكرام نسأل الله تعالى العافية ونسأل الله تعالى أن يعجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان ويجعلنا دوما من أشيائه وأتباعه والمستشدين بين يديه اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر شكرا